في وقتٍ سابق أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن وكالات المخابرات بالتحقيق في مصدر فيروس كورونا الجديد وتقديم تقريرٍ في غضون تسعين يوماً وبحسب التقرير فإن إحدى وكالات المخابرات تميل أكثر إلى فرضية أن الفيروس قد تسرب من مختبر وأن وكالتين أخرين كانتا أكثر ميلاً لدعم الرأي القائل بأن الفيروس نشأ بشكلٍ طبيعيٍ وانتشر في العالم بينما رأت الوكالات الأخرى أنه ليست لديها أدلةٌ كافيةٌ لإصدار الحكم في الوقت الحالي بدأت إدارة بايدن في خفض سقف توقعاتها لمخرجات تقرير التحقيق أعتقد أن قضية التدبع مصدر الفيروس قد أصبحت مسيسة للغاية تقول وكالات المخابرات الأمريكية إنها لا تملك الثقة الكافية في البيانات التي لديها وتقول بصراحة إنه ليس لديها الكثير من الحقائق لدعمها وأنه بسبب تسييس هذه القضية فقد تسبب ذلك في أدرارٍ ويعاقةٍ لتعاون صحي دوله مع الصين وبالنسبة إلى التقرير الصادر عن الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة يوم الاثنين والذي يفيد بأن هناك عدداً كبيراً من الأدلة التي تدل على أن الفيروس قد تسرب من مؤسسةٍ بحثيةٍ في الصين قالت ديبورا سيليكسن إن ذلك محبطٌ ومضيعٌ للوقت والموارد لقد جعلنا أبحاث فيروس كورونا التي أجراها العلماء الصينيون أكثر الصعوبة وقد قاطعنا اتصالنا بالعلماء الصينيين حل هذا الموضوع خلال تفاشي هذا الوباء قام معاهد صحة الوطنية الأمريكية بتقليص الانفاق المستخدم في جمع بيانات الفيروس نحتاج إلى معرفة المزيد عن الفيروس ولكن ما نركز عليه هو مصدر غير محتمل للغاية